معنا من القدسة الصحفية عبدالقادر عبدالحليم أهلا بك عبدالقادر إذن هناك تحركات لأهالي الأسرة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورا لكن هل هذا يجدي بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؟ صحيح صباح اليوم مسيرة بالمركبات من تل أبيب وصلت إلى حدود قطاع غزة حيث تظاهر العشرات من أهالي الأسرة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين بالقرب من الشريط الحدودي بعد ذلك اخترقوا الجدار الحدودي وعبروا إلى الجانب الآخر من الحدود قبل أن تعيدهم الشرطة الإسرائيلية التي تواجدت في المكان إلى الجانب الإسرائيلي ولكن ليس هذا فقط يوم أمس المنتدى الممثل لعائلات المحتجزين الإسرائيليين صوت بالأغلبية على تصعيد الخطاب الموجه بصورة شخصية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو هذا يعني أن الأيام القادمة ستحمل تصريحات مباشرة أكثر تجاه نتنياهو تتهم نتنياهو بصورة مباشرة عن أو بعرقلة موضوع تقدم مفاوضات الصفقة لسيما وأن هذا الحديث يأتي في أعقاب ما كشف في دعوة أحرنوت قبل أيام عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قيد من صلاحيات الوفد المفاوض ما يعرقل تقدم الصفقة نتحدث عن تصعيد من قبل العائلات عن بعض المظاهرات هنا وهناك ولكن لا يستجب نتنياهو حتى اللحظة لهذه الطلبات ليس هذا فقط إنما أيضا مفاوضات الدوحة التي بدأت يوم أمس وتستمر اليوم هي من قبل طواقم مساعدة وليست من قبل رؤساء الوفود الأمنية ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن ما يتم تداوله ونقاشه هو مجرد منوط ثانوية دون الخوط في النقاط الجدلية الأساسية دون الخوط في محور نتساريم دون الخوط في محور فلادلفيا بمعنى أن كل الجهود هي تتركز حول نقاط ثانوية قد لا تكون أصلا محل خلاف كبير وقد لا تساهم في دفع الصفقة إلى الأمام بصورة كبيرة هذا ما أردته هيئة البث الإسرائيلية اليوم بالقول أن كل ما تم نقاشه في الدوحة لا يقدم الصفقة إلى الأمام بصورة حقيقية أيضا اتفقت على ذلك إذاعة الجيش الإسرائيلي نتحدث عن مفاوضات مستمرة عن حالة مستمرة من التفاوض ولكن عن تعنت إسرائيلي واضح في كل ما يتعلق بمحور فلادلفيا هناك حديث في صحيفة هارتس عن طرح جديد من الوسطاء خلال الأيام القادمة سيتعلق بمحور فلادلفيا السؤال كيف سيكون هذا الطرح هل سيستجيب مجددا للشروط الإسرائيلية ما يعني أن حركة حماس في الغالب لن توافق عليه أم أنه سيتحدى اشتراطات نتنياهو ويضع بنودا قد تكون موضع اتفاق بين الوسطاء وبين أيضا المتفاوضين الفلسطينيين وبالتالي نتحدث عن طريق مزدود عن طريق غير معبد حتى اللحظة في المفاوضات سواء كان ذلك في القاهرة أو بالدوحة وعن طرح جديد متوقع لا تعرف تفاصيله لم تكشف كل تفاصيله حتى اللحظة ولكن الصورة العامة الحالية هي صورة تشاؤمية دون أدنى شك شكرا جزيلا لك عبدالقادر عبدالحليم من القدس ترجمة نانسي قنقر